صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله رعا قرار رقم خمسة لسنة 2017 بعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية جافي المادة الأولى يعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على النحو الآتي واحد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة رئيسا اثنان الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نائبا للرئيس ثلاثة مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عضوا أربعة مدير إدارة التخليص الجمهوري والمتابعة بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية عضوا خمسة مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عضوا ستة رئيس قسم علاقات دول مجلس التعاون بوزارة المالية عضوا وتكون مدة عضويتهم في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد